ننتقل إلى المبادرة الثالثة وهي مبادرة المحبة الإلهية عشان أتوج هذه المبادرة أتوج هذا السفر بمحبة إله بنشوف من خلال محبة الله ندرك مبدأ هام هو الله من يبادر من المحبة هو الله الله بادر بهذه المحبة من خلال سفر رعوس أول شيء رقم واحد مبادرة المحبة بالسفر رعوس نجدها من خلال إنقاذ العائلة من الجوع الله اللي ادى حلول لألي مالك وزوجته ان هما يطلعوا من أرض إسرائيل اتنين بنشوف حماية الرب لهذه العائلة ان الرب كان مع هذه العائلة كفة مع هذه الرحلة الله معك وين ما بتكون الله ما كانش معك ببلدك بس الله لا تحده حدود جغرافية الله موجود ببلدك الله موجود هون الله موجود وين ما بتكون حتى لو طلعت المريخ الله معك الله مش هيتركك الله ما عندوش حدود جغرافية الله كلي الوجود الله معك وين ما بتكون حماية الرب نشوف من خلال انقاذ الله لشعبي وسماع صراخهم يقول عبارة هيك الله افتقد شعبه لما سمعت نعمي قالت لهم الله افتقد شعبه الله مش نسيك الهك مش نسيكي لما بتشتاسفوا ظروف صعبة الله مش ناسي الله يسمح لنا ان نعب يسمح لنا ان نعبر عن شكوانا فقالت لهم نعمي لا تدعوني نعم بل دعونني مرة لان القدير كان أمرني جدا فاني ذهبت من هنا مليئة بالنعم ذهبت ممتلأ يعني وتقصد بها زوجها وولادها اللي فقدتهم وارجعني الرب فارغة لماذا تدعوني النعم والرب قد شهد علي والقدير قد أساء إلي ترجمة فاني ذهبت ممتلأ وارجعني الرب فارغة لماذا تدعوني النعم والرب نعمي والرب قد أزلني والقدير قد كسرني الله بيسمح ان احنا نعبر ويسمعنا حتى نكون في نظرة عتاب فهو إله محب والكده ورجعت نعمي في ابتداء حصاد الشعير فبنشوف مبادرات محبة الإلهية الله بيسمح لنا وسط تعبنا وسط ألمنا ان احنا نقول له وينك يا رب آخر شيء خمسة في المبادرة الحب الإلهية شمولية الخلاص شمولية الخلاص لم يتصر خلاص الله على شعب إسرائيل فقط بل شمل أيضا الأمم لذلك دعوتهم مقدسة لكل البشر فمن خلال ان احنا بنتطلع لكلمة الله من خلال ان احنا بنشوف سفر رعوس بنشوف هو سفر من ضمن سفران أساسيان بكلمة الله يحملان اسم مرأة فبنشوف وهو السفر الوحيد لامرأة غير يهودية امرأة أمامية تدخل إلى جماعة العهد في جماعة العهد مع الله فبنشوف سفر رعوس وفي سفر أستير بنشوف ان امرأة يهودية تزوجت من رجل أممي ده بسفر أستير بسفر رعوس بنشوف امرأة أمامية تزوجت برجل غني أو ثري يهودي وبنشوف في مفارقات كتيرة بين السفر لكن بنشوف اني القصة موجودة خلاص الله لكل الأمم إذا كان يهودي يكسر وصايا الله فهو ليس في جماعة العهد إذا كان أممي يدبع وصايا الله يدخل إلى جماعة العهد فبنشوف امرأة غريبة تعبد إله غريب تعبد أوسان ليست من شعب إسرائيل امرأة فبنشوف قدي الكتاب المقدس كرم المرأة ورفع مكانتها فبنشوف اني دخلت في جماعة العهد شو مولية الخلاص إذا كنت بتسمعنا اليوم الله مقدم لك خلاص من خلال يسوع المسيح شو كانت خلفيتك شو كانت ديانتك شو كانت رجل أو امرأة الله مقدم خلاص للكل الله مقدم خلاص للجميع فبنشوف اني اني راعث دخلت في جماعة العهد رغم ان هي أممية غريبة لكن اللي لاقي ان الله جعلها تدخل في هذا العهد مع إسرائيل الله مقدم لك دعوة اليوم انك تتبعه سكنت بتشاهدنا اليوم في فرصة أمامك الله هو اللي بيبادر بالمحبة لعندك مش مهم خطيتك اسمك ووضعك حتى لو كنت غارق في بحور الخطايا الله بيقول لك أنا مقدم لك دعوة الله بيقول لك اليوم أنا جيت لعندك أنا ببادر بالمحبة أنا فاتح زراعي ليك اليوم عشان تأتي إلي أنا فاتح أحطاني ليك عشان تتمتع بخلاص يسوع المقدم من خلاله على الصليب الله أحبك الله أحبك الله أدعيك اليوم عشان تكون ضمن جماعته عشان هيك النهاردة شمولية الخلاص اللهم أقدم لك اليوم خلاص شوف كمان تعويض الرب لنا من خلال المسير الساير معه ما خلنا احنا نسير معه الطاعة مكلفة في تمن للطاعة لكن في بركات كمان بركات مهمة جدا من خلال قصة رعوز بنلاقيها أن أصبحت جدة الملك داود وهي ضمن قائمة نسب اليسوع المسيع الطاعة لها تكلفتها ولكن توجد بركات من خلال الطاعة عندما نطيع نصبح أولاد الله ولنا الحياة الأبدي تطبيقات الختمية اللي هاختم بيها عندما تقوم بدورك كأب وكأم من ناحية الاهتمام بأولادك عليك أن تقوم بدورك مش مهمة أكون دور إيه أب أو أم بالعائلة لكن علي دور أكون أمين بهيدا الدور إلا الله أوجدني لأجله احترام من يختلف معك قبول الآخر دا مهم جدا تلاتة تجاوب مع محبة الله المقدمة لك في قبول الخلاص الخلاص للجميع نساء رجال يهود أمم شو مكانت خلفيتك اللهم أقدم ليك دعوة إنك تنضم الشعب اليوم رعوس ما تمسكتش بالعبادات الوسانية ما تمسكتش قالت له هيدا إله أجداد هيدا الأصنام اللي احنا تعودنا نسمح لكن شافت فيه نور جديد شافت في إله العهد وقررت أن تدخل مع هذا الإله في عهد لأنه إله حبك وحبك واللي أنت بتسمعنا اليوم وبتشاهدنا اللهم أقدم ليك دعوة لأن الله بيحبك هكذا أحب حب الله العالم وأنت من ضمن العالم لو أنت الإنسان الوحيد لو أنت الإمرأة الوحيدة في العالم لو أنت الرجل الوحيد في العالم المسيح كان إجا ومات على الصليب لأجلك لأنه أحبك حبك ما تخافش من بكرة تخافش من المستقبل لأن الله ماشي ماشي معك ماشي هيك على طريق سريع حيوي وماشي هيك على الطريق وإجاد كميون كبير بيزمر هيك وعلى زمور هيك وجويس بنتي الكبيرة كانت صغيرة مسكة أديها في أدي فسألت وقلت لها ما خفت يا جويس قلت لي لا يا بابا لأن أنا مسكة في أديك مش خايف لا تخافش لأن أنت في بابا مسك في أديك الله مسك في أديك الله بيهتم بيك لأن أنت ابنه وغال عليه